سوف نعتمد عليه في فصل الشتاء لأننا لا نشعر بالجوع وفي نفس الوقت يجعلنا الطاقة اللازمة لأننا نستطيع أن نمارس حياتنا اليومية بطريقة طبيعية سنأكل ماذا؟ سنأكل ماذا؟ سنأكل ماذا؟ سنأكل ماذا؟ سنأكل ماذا؟ سنأكل ماذا؟ فترة السيام المتقطعة ستبقى ماذا؟ هل هناك أدوية سنأكلها مع هذا الرجيم؟ سنتعرف كل هذا المحتوى من جوا الصيدلية السلام عليكم وأهلا بكم من جوا الصيدلية الجزء الثاني من محتوى للبيعات المنا dunno اين ما يقاملنا البرحة؟ اينما العادات الغذائية؟ كل ماESE المفروض لناعملها و كنا اتكلمنا أن نقدم نظام جزائي متكامل و اعتمد عليه مع العادات الغذائية بالنسبة لنا في محتوى الصيدلية نخرج من فصل الشتاء ليس تخنانين بالعكس نقصين كثير جدا بإذن الله ثلاث أساسيات هنعتمد عليهم في النظام الغذائي اللي هنتكلم عليه أول حاجة ان احنا منجوعش لان احنا لو حرمنا نفسينا طول اليوم هنقوم بالليل هنأكل اكل كثير وفي نفس الوقت هنزيد مش هنخس ثاني حاجة ان العناصر الغذائية تبقى متكاملة عشان لما نمشي على الرجيم ده فترة ما يحصل لناش اي مشاكل غذائية ثالث حاجة طبعا ان العناصر الغذائية دي كلها تكون لها قيمة سعرية حرارية منخفضة عشان احنا عايزين نخس فمنزيدش في الوزن الاساس اللي هنعتمد عليها هيبقى ثلاث وجبات فطار وغدا وعشا هيتقسموا على عشر ساعات في اليوم الاربعتاشر ساعات تانين هيبقى فيهم صيام زي ما احنا قلنا بما فيهم ساعات النوم بين الفطار والغدا والعشا مفيش اي سناكس او اي وجبات عشان نضمن ان هرمون الانسولين يفضل مستوى قليل يبدأ الحرق يبدأ يشتغل بطريقة منتظمة وفي نفس الوقت هرمون الليبتين يبدأ يشتغل نحس بالشبع في الفترة اللي احنا حتى صايمين فيها خلال ساعات الصيام المتقطع ممكن نشرب مية ونشرب سوايل بس تكون من غير سكر بالنسبة للفطار طبعا احنا محتاجين نحصل على الطاقة فالطاقة احنا قلنا مش هناخدها من الكربوهايدرات والنشويات البسيطة هناخدها من البروتين والدهون يبقى ممكن ناخد في البروتين مثلا بطين مسلوقين او بطين اوملت في معلقة سمنة او زبدة كمصدر للدهون يتدينا طاقة ممكن نستبدل البيت بست معلق فول وعليهم معلقة من زيت بزر الكتان ممكن نستبدل الفول بقطعة كبيرة من جبنة قريش وعليها معلقة زيت زهون هذه الحاجات فيها بروتين وفي نفس الوقت فيها دهون تدينا الطاقة هنكتفي بدا؟ لا هناخد معا كمان حاجة من الكربوهايدرات لكن احنا قلنا هنستبدل الكربوهايدرات البسيطة زي العيش الفينو او العيش الابيض بكربوهايدرات معقدة زي الشوفان مثلا الشوفان ده ممكن ناخد ست معالق الصبح ونحط عليهم كباية زبادي ونحط عليهم صمرة فكهة او ست معالق شوفان ونحط عليه نصف كباية لمن خلي الدسم ممكن نستبدل الشوفان بتوست اسمر يبقى احنا كده عندنا مصدر لبروتين مصدر للكربوهايدرات المعقدة اللي هي تقعد في جسمنا فترة طويلة هتحسسنا بالشبع فيها الياف هتزود معدل الحرق وفي نفس الوقت مش هنجوع بسرعة واخدنا دهون صحية تمدنا بالطاقة طول اليوم يبقى هذا الفطار بتاعنا من بعد ما نفطر هنقعد لغاية معادل غدا مفيش قلة مية وممكن نشرب سوائل مفيدة هنقول عليها في اخر المحتوى بالنسبة لوجبة الغدا يمكن نعرف ان نتكون من بروتين ونشويات وصلطة او شربة عشان نبدأ نستفيد منها اقصى استفادة ممكنة المفروض نبدأ اول حاجة ان نشرب كبايتين مية كبار مع كابسولتين بران او رضة فيها الياف كثيرة هتقلل مستوى الشبع وفي نفس الوقت هتخلينا يعني منجوش بسرعة وتاخد وقت كبير في الهض هنبدأ بالسرطة الخضرة بعدها يمكن طبق سرطة كبيرة سعراته الحرية منخفضة برضه هيحسسنا بالسرطة وفي نفس الوقت زود معدل الحرق ممكن نستبدر السرطة الخضرة ده بالشربة الحرقة للدهون اللي احنا كنا اتكلمنا عليها في محتوى قبل كده يمكن راجع المحتوى ده هتتعرفوا كيف تحضروها وهي مفيدة جدا ان هي بتزود معدل الحرق نيجي بعد كده ان احنا ناكل بعد السرطة او الشربة البروتين والبروتين ممكن ربع فرخة او قطعة لحمة او سمكة او بطين دوت بالنسبة البروتين الاساسي ان احنا نحصل على الطاقة وفي نفس الوقت سعراته الحرية مش تبقى عالية بعد كده يعني هيبقى في النشويات ونخاف من النشويات عشان ما نزيدش في الوزن احنا بعد ما نشرب المية ونأكل الثلطة والشربة ونأكل البروتين هنوصل لمرحلة النشويات هيبقى من نفس كتير ان احنا ناكل يعني كمية كبيرة وهنستبدل النشويات البسيطة الضارة زي الرز والمقارونة بنشويات اكتر افادة يعني ممكن رز بني او توست او بطاطا او برغل الحاجات اللي كلها بتبقى سعرات الحرية اقل وبتقعد فترة كبيرة لغاية لما تتهضم فمتعليش الانسلين بدرجة كبيرة جدا ده بالنسبة لوجبة الغداء اه اتفقنا ان احنا خلصنا الغداء بين الغداء والعشاء مش هنأكل حاجة الا نشرب مية كتير وسوايا المفيدة هنقولها في اخر الحلقة اه نيجى بقى للعشاء هيبقى عبارة عن كباية زبادي وهنحط عليها معلقة من بذور الشيعة او بذور بذر الكتان ده مهم جدا لان بيقعد فترة كبيرة في المعدة بيحسسنا بالشبع في الياف وفي نفس الوقت مش هنجوه بسرعة اه مع كباية الزبادي هنجيب طبق سلطة كبير وهنحط فيه بقليات يمكن ان احنا بنهتم ببقليات بالليل مثلا زي اللوبيا او الفاصوليا او البرغل بحيث ان احنا دي تقعد معنا فترة كبيرة يعني بعد العشاء هنقعد لغاية تاني يوم مش هنأكل فمش عايزين نجوع بالليل فطبق السلطة مع البقليات دي هيحسسنا بالشبع فترة كبيرة جدا اه ومعاهم كمان صمرت فاكهة يعني ممكن يبقى صمرت فاكهة كمان كمصدر للسكيرات البسيطة بحيث ان احنا برضو تبدينا طاقة وفي نفس الوقت محرومين من الفاكهة هنأكل واحدة الصبح وواحدة بليل زي ما اتفقنا ده بالنسبة للعشاء طيب انا اكلت بتات واجبات دول وجيت بالليل جعت اه ممكن نعمل مشروب مهم جدا عبارة عن معلقة من بزور الشيعة مع معلقة من بزور الكتان مع معلقة من الشاي الاحمر مع عود قرفة وفي نفس الوقت سوف نضع عليهم معلقة من النعناع الكلام ده كل هنغلي ونصف الماء بتاعه ونشربه ده لو بالليل شربنا من الحاجات اللي بتقفل الشيعة بدرجة كبيرة جدا يبقى احنا ضمنين ان احنا مش هنأكل بعد الساعة 8 من الساعة 10 الصبح للساعة 8 ده معاد الاكل بتاعنا ومن الساعة 8 بالليل لغاية الساعة 10 الصبح فترة صيام معادة المياه والسوايل السوايل بقى المفيدة اللي احنا قلنا عليها عبارة عن ايه؟ عبارة عن حاجات كتيرة جدا عبارة عن غير المياه شاي اخدر جنزبيل عرفة ينسون كراويا تيليو شمر لكن في نفس الوقت لا نضع عليها سكر او سكر ستيفيا هذا كان النظام الجزائي نظام سيأمن لك ان سعرات الحرية منخفض جدا وفي نفس الوقت سيشبعك فترة كبيرة سيجعل جسمك يحرق على طول بالاضافة ان الشتاة كما اتفقنا ان الحرق قد يكون عالي فيه فهتخرج من الشتاة ان شاء الله بالوزن اللي انت عايزه وحسن يارب يكون المحتوى افاد عدك كبير من الناس لو شايف ان المحتوى افادك ياريت تبعاته اللي اصدقاء ليك بيهتموا بنفس الموضوع عشان الفايدة تعم هنسعد باراكو وكمنتاتكو ونلتقي بإذن الله في فيديوهات جديدة ومحتوىات جديدة مفيدة من جوا الصدر